السلام عليكم معاكم علي من نيورك وحشيني او يا جماعة النهاردة وصفتنا حكاية مهما اقول قد ايه جميلة لازم تجربيها جربيها وعلى دمانتي زي ما بيقولوا عندنا كده فاكرين الباطل الرئيسي في الوصفة بتاعتنا التفاح كلنا بنحب التفاح وتفاح متوفر الحمد لله يعني هنعمل الوصفة دي كمان مش هنستخدم فيها الفرن هنعملها على البتو جاز وده لأحبابنا اللي بيطلبوا دايما حاجات كتير تتعمل على البتو جاز تعالوا تابوا معايا الوصفة وشوفوا قد ايه سهلة بسيطة ستقولوكم كمان انهاية بدون سكر مفيش فيها اي سكر ويعني مفيش بعد كده مش هارف اقولوكم ايه تاني استخدمي اي نوع من التفاح المتوجد معاك وتعالي نشوف الفكرة بتاعتي هحطوا على البتو جاز يلا نبتكر ما بعد افكار جديدة ونعمل حاجات جميلة دفت خط التفاح حطيته على البتو جاز بشكل انتو شايفينه واول ما ابتدى اللون بتاعه يتغير يعني تشوي كده ابتديت الفه عشان اتأكد ان هو يعني استوى من كل جانب الموضوع ده ما بياخدش دقيقتين بعد كده بتشمي ريحة كراميل الجز بتاعه بينزل على النار بيعمل كراميل ما تلاقيش انت متابعة الموضوع كله ما بياخدش زي ما قلتلك بعد كده بابقى بجاهزة تلج بحطه في حاجة زي ما انتو شايفين وانزل على طول ما بيجيبش مياه في اغلب بوصفاتي بابقى حطة مياه لكن في الموضوع ده ده تفاح مليان جوس فان عايزة الجوس بتاعه فاروح واخدل هو تفاح حطة في الايس على طول في التلج على طول مكعبات التلج او اي تلج متوفر عندك بالشكل ده هي ديئة واحدة وهاشتغل عليه وهيديني اجمل تفاح ما فيش بعد كده محتفظ بالعصير بتاعه ناعم كل حاجة فيه اكتبارك الله والله اكتبارك الله اتأكدي انه ان التلج يعني بقى حوالي داير ما يدور اول ما بتمسكيه بالشكل ده بتلاقيت عشر حتى الجزء اللي هو مش واغد اللون ده لما بتشدي القشرة بتاعتها بتمسكيها كده بايدكي بتطلع معاك بكل سهولة انا طبعا كملت التأشير بس حبيت اوريكو ان هي قد اي سهلا بصوا بالشكل ده التفاحة مستوية 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 مش عارف اقولكو ايه حقيقي نعمة جدا 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 هاشتغل على باقي الكمية اللي اعملتها معاكم انتو بقى ازودوا يعني انا نصحكم ازودوا لان الوصفة اتعجبكم اوي اوي حقيقي طبارك الله مفيش سكر مش هتستخدم الفرن بتجهز فقل من 8 دقايق حقيقي مفيش بعد كده تأكيد ان كل اي جوز ازمر فيها من الاشر اتشال واشر تيها كويس عشان مفيش حاجة تدايق كونت يبتكليها هقطحها هنا شرايح رفيعة جدا وبعدين اروح مقطعها قطع صغنانة بسيطة عشان لما اجي افردها وقطحها ما تعملش مني ما تدايقنيش وكمان هتبقى حلوة اوي لاطفال الصغيرين وهما بيأكلوها يعني مش هيفضلوا يشدوا حاجة كده يطوموا لا هي تبقى صوفتي معهم تبقى سهلة عليهم يعملوا جراوند على طول هستخدم القرفة باطل رئيسي برضو فيها عشان تبقوا فاعرفين في بعض ناس ما بتحبش القرفة مش فاهمة ليه انا عنصحكم تجربوها مرة واحدة بس ولو جربتوها مش عاجباتكم عايز اقول غيروا المكان اللي جبتم منه القرفة وهاتوا القرفة من مكان كويس ويعملوا تست عليها هتعجبكم اوي اوي انا زعلانة اوي على الناس اللي ما يعني اللي ما حبيتش القرفة نزلت بالقرفة مع العسل على التفاح هنا سياحة اللي هي الزبدة او السمن ما فيش زيت ما ينفعش زيت عشان اللي هيقول لي ممكن زيت هستخدم اي ورق من الهو الجلاش اللي انتوا شايفينه النوع اللي انا باستخدمه ده على فكرة النوع الشركة مش عاجبني خالص كان ورق من لازل اكله في بعضه يعني تعبني كده وخليني يعني كنتي مدايقة منه والله وانا بعمله هاده هاخد ورقتين اتنين في بعض زي ما انتوا شايفين بالزبط هاده بس طبقة واحدة من فوق مش هاده اللي تحتيها لاني انا باعتمد على التفاح عشان التفاح يعني فيه ميت وفيه جوز كتير يعني ناعم مليان لحم مليان عصير عايز اقول كده بتوزعي تاخدي جزء بتوزعي مش عايزك تفرديه لسبب واحد عشان انا قلت في بعض الناس ممكن هيقوله ممكن نفرد او تهيه من نفسها تفرد وتقول اعمل افكار لا لو انت فردتي الورقة هتتقطع منك عشان التفاح طري والورقة كمان اسمها ايه رقيقة ضعيفة هتتقطع منك وبعد ما بتوزعي التفاح بشكل اللي انت شايفه كده بتلفيه على شكل رول وانت ضغطة بسيط بسيط عشان ما تتقطعش الورقة منك لان التفاح طري وميستوي فانت بتنزليها على ورقة ضعيفة ممكن تتقطع فلفي براحة الحد ما تعملي الحجم اللي انا عامله افضل حجم هو اللي انا عامله لو حبك تكبري بقى يعني انت وراحتك وبعد كده تقصي الورقة بالشكل ده انا قلت ورقتين هما في بعض ما اخدتهاش كلها اخدتي حوالي التلتين بطوحة او اكتر من النص بشوية زي ما انتوا شايفين وهبتدي بعد ما اعملها رول ابتدي ادخلها في بعض بصوابعي بالشكل ده وخلي بالي عشان ما تفتحش مني عشان التفاح زي ما قلنا الطري والورقة ضعيفة بالشكل ده وهنزل في بقى في صنية في جريل في طاصة المتواجد عندك اشتغل يعني ما فيش حاجة هتقولك لا وتروسيهم بنفس الطريقة وانتي بتحطيها حاول تزباتي يعني تعمليها تدخليها في بعض بشكل ده عشان تدي شكل في النهاية حلو انا مش عايزها استريت لا انا عايزها بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان تديني في النهاية شكل حلو يعني عايز اكل طعم يبقى فيه تستو يعني وفيه شكل وده اللي دايما بسعى فيه في كل وصفة بنزلها نفس الشي هكمل الدائرة وهدهن وهلم وافضل كده لحد ملم الدائرة كلها لو انا هشتغل فيها على صنية او طاصة او شكل دائري لازم اعمله بالشكل ده بصو ما فيه مش بعد كده في بعض ناس دولتا ممكن نحط مكسرات ممكن نحط زبيب تقدر تحط اللي يعجبك الخطوة المهمة لاحب دايما نأكد عليها هكتبلكو برضو ملاحظاتي يعني ان كنت تحاولي ما تخليش الحشوة تطلع من الورقة او من تحت عشان لما تستوين ما تعملش منك كرامل وتتلسع وتبقى لونها يعني كأنه مباين ما تحطيها محروق تمام فخليكي على قد ما تقدري تكون جوه الورقة مقفولة ما تطلعش منك حاجة عشان لو اول ما هتشمر حتة تقولي استويت وبعدين تعملي عليها تقليبيها عشان تشوف اذا كانت استويت ولا لا تبقى لسه ما استويتش وده كان ريحة الكرامل اللي بتاعها اللي هو التفاح بتاعها اللي ما نزل منها ده شكلها نهائي قفلتها كلها على شكل دايرة هدهن الوش بزبدة من فوق وهواديها على درجة حرارة تحت المتوسطة الموضوع كله ما بياخدش ثمان دقايق يعني حقيقي لازم تخلي بالك اديها ست دقايق انت لازم تخلي بالك عشان اقولك دي ملاحظاتي يعني من ستة لثمان دقايق نار تحت المتوسطة وتلفي الطاصة واللي انت شغال عليها الحاجة اللي انت بتشتغلي عليها تلفية عشان تتأكدي ان هي داير ميدور من تحت خالط لون واحد بص شكلها هي كالاس استويت عندي من تحت لازم اقلبها عشان اسويها من الاتجاه التاني لو هتدخليها الفرن مش محتاجة تقليبيها هيتبقى اجمل بقى في الفرن على فكرة لانك مش هتحتاجي نهاية تقليبيها هتستوي من فوق تحت مش هتاخد برضو نفس الوقت من سبعة لتمن دقايق بس انا عملت الموضوع دا عشان الناس اللي هي بتأكد علي يعني ان انا اسويها على الفرن عشان يعني اسمع ايه الناس لبعض يا انا حب يعني ابقى ايه يعني احاول على قد ما اقدر يعني ابسط الجميع اش عايز اقوليكم قد ايه طريا مهما اقول طريا والله مش هتصدعوا اطرى من الكيك نفسه هنا بقى الاتجاه التاني خلاص خلص ابا هيا انا حكاية خطيرة خطيرة تبارك الله الريحة مش عارفة اقول لكم ريحة التفح مع الارفة حقيقة ما فيش بعد كده بصو شكلها عامل ازاي ما حابتش اخلي اللون اكتر من كده يعني عشان ده اللي هيبقى من فوق ده للتقديم هنا بقى ممكن تحطي عسل ممكن تحطي سيرة ممكن تحطي كرامل انا بديك اختيارات اللي يعجبك اعمليه تمام وتحطي اي حاجة كده يعني تغيير في الشكل اي نطس موجودة عندك عايزة تحطي برحتك مش عايزة تحطي برحتك ابداعي انتي اللي هتاكلي انتي وقسرتك انتي وزوجك انتي وضيوفك الحاجة دي بتاحتك انتي هتو بتاكليها وانتي مبسوطة وكل مبسوط انا كنت بخلي بالي عليها وانا بقطعها لانها صوفت جدا يعني حاجة كده يعني حقيقة كلاس حاجة مش عارفة اقولي هي فعلا نعمة اوي اوي التفح فيها حكاية حكاية وطبعا طبقات الصوابع اللي احنا عملناها دي عاملة طبقات شكل في النهاية شكل ريحة طعم حي مش عارفة والله من جمالها حي تجنن دي كانت وصفتنا سهلة وبسيطة كل المحتاجة يكون عندك تفاح مفيش سكر خالص مفيش فرن عشان الناس اللي مش عايزة فرن طريقة بسيطة اتمنى اكون بسطكم او وفرت لكم شيء بسيط اطلبة منكم حاجة واحدة الدعوة الحلوة اللي دايما بتصبحها لي وهي اللي بتشجعني ان انا انزل زي ما انتم معارفين انجويا جماعة كان معاكم معالي من نيورك هسيب لينك قناتي التانية يا حبيبة في امريكا جوا سنضع الوصف صدقوني باكتهد جدا جدا ان انا اشتغل عشان انزل فيديوهات على الاتنين عايزة وريكوا قد ايه الوصفة حلوة تنسوش تعملوا لايك للفيديو اتمنى تعملوا الشير على الفيديو ما بين الاهل والاصحاب عشان القناة يعني توصل للجميع وتكبر بيكم وليكم انجويا جماعة اوبا بسوا حقاني انو والله من جملها السلام عليكم